تهم الفساد والفشل في إدارة شؤون العراق لم تنفك تلاحق سياسي المنطقة الخضراء لا سيما زعيم حزب الدعوة الحاكم نور المالكي والمنتمين إلى صفه إلا أن حصنتي المال والسلاح أو قل إن شئت الحصانة الطائفية وجريمة اشتراك جمع الحكومة بالفساد تحول دون محاسبة المتورطين في هذا الملف الشاك محافظ كربلا عقيل الطراحي المنتمي لحزب المالكي آخر من لاحقتهم تهم الفساد لتطيح به ضمن معركة أشمل يخضها خصوم المالكي في محاولة لتحجيم نفوذ الأخير في مفاصل الدولة إقالة الطراحي الذي يعين محافظا لكربلا عام 2013 جاءت على خلفية ارتكابه خروقات مالية وإدارية في تنفيذ المشاريع الخدمية إلى أن مصادر برلمانية قللت من وقع إقالة محافظ كربلا واعتبرت أن إقالته لا تشكل ضربة مؤثرة لنفوذ حزب الدعوة القائمة على إدارة منظومة الفساد تشمل منشآت التي يمكن من خلالها السيطرة على حركة الأموال في العراق كما هو الحال بالنسبة للبنك المركزي الذي يديره على العلاقة والذي أصبح أشهر من نار على علم في قصة غرق المليارات المنتمي لحزب المالكي أيضا العلاق الذي يدير البنك بطريقة مشبوهة منذ تنصيبه لم تتمكن الحكومة أو مجلس النواب من كبح نشاطه القائم على تهريب العملة الصعبة عبر بوابة السوق السوداء أو حتى مسائلته محافظ النجف السابق لؤي الياسري كان هو الآخر في معزل عن المسائلة عندما انتشرت في شهر شباط من العام الماضي فضيحة مدوية بعد القبض على نجله متلبسا مع عصابة تتجر بالمخدرات في العاصمة بغداد غير أن الياسري المنتمي لحزب الدعوة أيضا ظل في منصبه إلى أن أقيل في كانون الأول الماضي بعد توجيه استجواب له بشأن مخالفات في إدارة شغل المحافظة الأسوأ من ذلك برأي مراقبين هو ما سرمته مصادر برلمانية بشأن وجود توجه لجعل مجالس المحافظات أبدية في إشارة إلى تأجيل الانتخابات المحلية وهو توجه يخالف المطلب الأساسي للمتظاهرين بإلغاء مجالس المحافظات التي لم تقدم أي خدمات تذكر على مدى السنوات السابقة ويبدو أن المعركة حول مناصب المحافظين لا تنفصل عن معركة سياسية أوسع نطاقا وأبعد مدى قطبها الرئيسان التيار الذي يقوده مقتدى الصدر من جهة ومعسكر الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران بقيادة نور المالك والزعيم ميليشيا بدر سيئة السمعة هاد العامري من جهة أخرى هي معركة مستمرة منذ نحو 16 عاما يدفع الشعب العراقي ثمنها دما ومالا